أريد أن أذكر المغاربة المغاربة الذي كانت سندوني في هذا المغاربة في 2015 كانت ناضية إعلامية عالمية وداخل المغرب فيما يتعلق بوفاة أمينة على إطر عملية شفط الدهون عن الدكتور الغاني عن التعريف السيدة التي تصل إلى الدكتور في 2015 وعرضت على حالها وعرضت على حالها وسهلت لها المؤمورية وقالت لها عملية سهلة ويمكن أن تفعل العملية اليوم تخرج في العشية أو تخرج في الدم في أعلان كانت من المبلغ الذي كان في خمسات المليون ونصف ومن المبلغ الذي كانت نهار 26 في شهر عشرة 2015 وتسلم المبلغ لجوزة المليون ونصفات سباق وقالت لها الموعد كما قلت في هذا الموعد تصلوا إلى هذا الطبيب في المصحة في مدينة الداربيدة وتلقوا به تقريبا 8 صباح قالوا أن تذهبوا معي الطابق الثالث ونرركم الغرفة مع ابنتي والزوجة ونرروا من الغرفة ونرروا من الغرفة ونرروا من الغرفة ونصدروا ونرروا قاماد ونرروا من الغرفة وقالت nhất يدفع burg من الغرفة قب ي LOVE ونرروا ونصفة ونرروا العشرة كانت ترافقها طبيبة التخدير وقامت معه واحد ساعة وغادرت غرفة العمليات وخرجت من الطبق الثالثة مع الفرمليات وقال لها البناتي قالوا لها وقال لها الدكتور راحت دام وقال لها وقال لها رباقي مستمر وقال لها وقال لها مضاعفات وفعلا لها البناتي كانت على صواب فهوضت لها الطبيبة وحسب المحضر الدكتور المعني بالأمر والأقوال هو شخصيا فهذه اللحظة التي هودت هو الدام الدام في عملية شفت لها وعنده مصمارة كانت يحبس وقال لها لماذا لنرى وقال لها لم يكن لها وقال لها لم يكن لها وقال لها المحضرة وقال لها تضيفة وقال لها السيدات فأسكار style وقال لها حسب الوثيقة التي وصلت بها من عند مدير المركز تضحقه و الضم لم يكن أخذها و حتى استوتلت ترى معي فوق شوق النزيف و كيف السيدة قد تم و الضم لم يكن و الضم جتلت استوتلت حتى أخوات و العراق ديالها كرموا و سنؤكد لها فيما يتعلق بالطبابة التي كانت تقوم بها المكلفة بالتخدير التي كانت ترفقها في العملية و الأخير و لم أكن أخذت أحدثت و لم يكن أخذ قسم الإنعاش و حتى أخذت أخذ التنفيذ و سأخذت مجلسة و لأخذت مجلسة في عواض لم يكن تتفق من الأمر و لم تتبغل و لم يكن تحتل أخذ فيها و أخذت مجلسة طبيب المسؤول عن الإنعاش في المصحة ، وحسب تصريحه وكذلك في المحضر ، يقول بأنني كتفتاري ، وحسب العنوان في المحضر ، يكون مذكورة ، والمسافة لا يوجد مذكورة ، لأن المسيدة توفى على خاطرها ، والإهمال بين وضع الشمس ، وقت الذي أحصل ، سيقومت بأسفل ، فهي فقط أقوم بتصويرها في المحضر ، وكذلك أخبره في متقاقر ، وصف에게 قمع طلبية ، وهذا كنت مجموعة من المهد ونقف على طلبية ، وزارة الأولى هناك ، ليست من أسهل ، كنت أخبرهات الثموية ، وعندما أخبره مجموعة الأن ، أخبره جميعًا ، ونقف لي لابوراطور ، فهي أخرج ، ما تتوجه ، مع الرموعة ، أو تولوت ، وعندي ما يفيده كذلك طلبية دياله تاوكينا فالجوجة بقعت ما تنفو استناعي حتى الغد الغد ما حوالي ديال الساعة العشرة صيدة فحلة عينيها حلة عينيها ولكين بكت دوي متشي هاجا بصدفة جاء الطبيب ديال القلب هالطبيب ديال القلب ديال المصحة الحمد لله قل الوجود يلي تماما وكت دام في الفحوصات انا واقف حدها سولت وكتليها تكمل الفحوصات ديال وكتلت السيدة ايش عندها قلي هاد السيدة عندها نازيب دماوي قال لي نازيب دماوي رم عروف انك يعرفوا العباد الله كامل ان رأى اما ابن بنا دم كيكون مريد فقر الدم واما لا يترنزيب دماوي قال لي مرتكرة تعرضت شي نازيفي فقلي الله يجزيك بخير تعطيني واحد تقرار فعلا تقرار بان السيدة عندها فقر الدم وهذا فقر الدم جعلها ايتر نازيب دماوي تصور معي كي الاعتراف دياله هو بني او ارتكف حقه نازيب دماوي بواسطة طلبية اللي سيفت تحمل اسم دياله وكتحمل اسم ديال المرحومة وكتحمل اسم ديال المصحة بان هذه المعنية بالامرة تعرضات النازيب وشاهدة شاهد من اهلها وهو الطبيب طبيب المصحة بان اختصاصي في القلب كي يقول لك السيدة تعرضت النازيب يقول لك بعض القادية ارملي زوجتين قال لي الطبيب وقعبينة مسناءين قال لي لماذا تقول لي ويجب ان تشاهد نوم اكتش تقول لي هذا اختصار ويجعني الاخر قال لي لماذا تقول لي يقول لك ارملي زوجتين ارملي فبقى السيدة تقريبا من هذيك النهار وهي فتنة في وستيناعي 3-4-5 جمعة 5-4 جمعة هذا لماذا تتعرض لك السيدة تعرض لها فتنة في وستيناعي حيث المصحة لا يوجد حق لكنها تعترض لك ان تكون لها ثالثي من المصحة العملية لكي تتعرض لك عاء جمعة وكذا هو المصحة تتعرض لكي تتعرض لكي ترد عليها هلهم لا يوجدون الا طبيب هو مثل البداية المصحة تساعد لكي تقول لي وليس ذهبت مجموعة سكرة كانت أخيراً وضعي الأشخاص وقالت ربما أخير عزيزة وقالت للمشاركة هم من بعد يمكنهم أن يصلحوا لأعروك بأن تتساعدوا لأعروك فستعدوا أنه لم أعرفاً لكن لم يكن تسرحوا بأن العروك سأخبرت إلى المشاركة لقد أخبرت إلى أن يأخذ السبعة وقد أخبرت أنه كانت تحديثة لأمي وقالت لها وما هو الطالب؟ قال لي أن أردت لكم وإن أتباعكم ومثل هذه العمليات ومثل هذه الحالات التي تقومون بها وقال لها بأن يعيشوا وما تنتظروا أن تتعيشوا فأنا كنت أفعل بأن أقول لكم عن القادية كنت أقول لها أنت لا تتحدث بعد أولا وقت العمليات لا تتحدث ولم أعرف أيضا عن أشياء عندما أصلت إلى العمليات وقالت إليها عيون جديدة كنت تتعذى إلى الدم وقالت أين أن أقوم بإحذاءك لقد أخذت لها chat في الصباح لتدفنها و أجد الدكتور لأنها كانت حالات و حالات و أجد الدكتور الذي أجلت تخدير واقفها لتساعدك الوفاة و قلت لها لتدفنها و أجد أن أجد شهادة موت طبيعي لتحللت هذا الموت طبيعي و قلت لأجل ما هي الأسنان و قلت لأجل ما هي الأسنان نحن نتعلم بعملية و رئيسة قسم العاشة و أنت و هنالك وديرك المصحة و وقلت لأجل ما هي الأسنان و أتبث لأجلتها و أكثر موزة و أتبث لأجل ما يفعلان و أقبلها و أكثر مرتبعا دفنتها لأجل الإنجان الهدف الثاني رجلت على النبي وقالت عملية لقد أعطيت جيدة وقالت بمساعدة تقرير وقالت نفسها وقالت تقرير وقالت عملية القلب وقالت أطلق وقالت الدون وقالت بعض الأخطارات وقالت تقرير وقالت أطلق كانت الدكتور في قسم الإناش وعيدت على المخدرات ودخلوا البيت في المصححة قبل العيادة ودخلت الساعة للمجلس أعطاني كل شيء يبقى يتبارك ودخلوا كيف أبركو في واحد تقرير الضارة جابركت معهم من ثلاثة وأنا قلت سمعهم حتى 11 ليل حوالي 6 ونسط بالضبط خرج عندي شيء يأخذوه في قدر الفلوس وقال جوج المليون ونص وقال للمشاهدة للمشاهدة وقال للمشاهدة المليون ونص وقال لما كانت تصمي إلى 5 مليون ونص وقال لأكمل العملية فقط سأكتب وقال لكرت واختبار المليون ونص قلت لك أن تظن أن تكون المشاهدة موجود للأمام والمشاهدة أتبع لك كانت تكون مجموعة في الأمام والمغاربة لا أعرف كل شيء حتى أصبح شيء مهروف لقد أخذت المال وقد أعطيت التقرير وقد أعطتني التقرير وقد أجده غير موقع مطارف رئيس المسحار لماذا؟ قال لي أنني لم أتوقع لأنه لا يوجد بيناتهم وعرف ما هو واقع لا يريد أن أتوقعه هذا القوالي الكاملة كل شيء كما نقول ونجزي فيها بالأدلة والحج كل كلمة التي أخذتها في الماء لا يوجد أن أتوقع لا يوجد طلبية وقد أعترف النزيف لا مدير المصحة الذي يقول لك أن السيدة تعرضت ميلف جاهز كامل أخذت تقرير وقد أعطيت السيد وكيل الملك محكمة الداربيدة وقد أعينوا السلطة القدائية كامل هذه الأخيرة كتبت انتداب للطبيب الشرعي الذي حاله لهذا انتداب على أساس تكون لديه مساعدات تعليمات كامل لا يستطيع أن يقول لك كامل وكامل 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 قامل أم لديه تحضر تحضر ثلاثة وقامل 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 وقد أخذت وقد أخذت تحضر تحضر وقد أرى يتصور و يرى زبارات و يرى هذه يجهد العمليات هذا هو ما يدروه فباختصار دازل ميلف تحكم تمت الإدانة دياله المحكمة ابتدائية عين السبع وتحكم شغارة ما الإدانة التي كانت في الربع شهر أنا لم قبلتها لأستانفت الحكم و أخاكنت الإدانة دياله و استانفته على كل حال محكمة استنف قد تقريبا واحد العام و نص دياله جلسات ماراتونية سير جي سير كتعرف في الحالات يتطلبون دقة النهار الأخير الذي كان المداولة كانت تاضروا في الحكم لكي تسيد طبع عليه و يوقفوه لذلك الأدلة و الحجوج و البرايين كل هؤلاء المحكمة كانت تفاجأ كانت تقول لك سيد بريع و هذه النقطة كانت تشكر جزيل شكر من نياب العامة من المحكمة الاستناف من العين السبع التي استنفت الحكم و نقضي الإبرام و نقضيه كذلك و نقضي الحكم و تحال على محكمة استناف مدينة أخرى مدينة الرباط مدينة الرباط و تحال عليها بثلاثة النوقات التي قلت لكم نقضي مدينة الحكمة مدينة كبيره ما نجد توجد هذا الحكمة عنiese المحكمة الفرق في الرباط الذي كان دقيقة في طرح الأسئلة على المعنين بأمر ولو جواب مقنع مثل الرئيس في الجلسة قال لي أنت على شدير نازيف في الطلبية قال لي هذه من العادات التي كنا نعجلها ونقدم الزربة هذا يقفل على كيف يتحدث عن العادلة وكيف يتحدث عن رأسه و الحمد لله كانت مناقشة نهار الجوش في شهر خمسة فتح الشهر الدنيت و ستتم النطق بالحكم نهار 16 أو خميس جاي و هذا ما الذي يتحدث عني هنا؟ أنا الواحد في واحد الذي وقيته كان هناك الناس قال لي أنه لا يوجد العادلة لا يوجد عادلة وخير دليل هي محكمة نيابة العمى ومحكمة النقد والإبرام و سأقوم بإشارة المرطي من مجرد و حتى نحن 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 نفع المرطي ويشعر المرطي ومنح نحن 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 بحايا لأنني أجابتك مرطي السعودي الذين تحكمت الإدانة و كان هناك شكاية يوجد شكاية لنا وما لديه الكوبية لأنني لم أعرف ما يصله لأنني لم يتحدث عنه لأنني أتبع مرطي السعودي تحكمت الإدانة ومتدائيا وإستنافيا أما باش نقام في هذه الفترة رغم نقام استمر حتى يبقى الحق